المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حصة جديدة من سلسلة التعليم اللغة الإنجليزية واليوم نتناول الفرق بين وهي الجملة التي تعرف وتصف الإسم الذي نتكلم عنه في الجملة الأساسية وهي الجملة التي تسبق الجملة الموصولة أو ما يسمى بالRelative Clothes ولا توجد فاصلة بين الجملة الموصولة والجملة الأساسية أي The Main Relative Clothes أما الجملة Non-Defining Clothes فهي جملة زاعدة ويمكن الاستغناء عنها أي ننزعها ولا يؤثر ذلك في المعنى وهي دائما تتوسط الجملة الأساسية وثانيا هي تقع بين فاصلتين ونستعملها كثيرا في الكتابة فقط ولا نستعملها في الكلام أو The Oral أو The Speaking ونمر الآن للأمثلة لكي يتضح الأمر لدينا ونأتي بجملتين الجملة الأولى هي Defining Clothes والجملة الثانية هي Non-Defining Clothes الجملة الأولى واللي هي Defining Clothes The Phone which is in the kitchen is broken والجملة الثانية The Phone which is in the kitchen is broken والسؤال المطروح هل هناك اختلاف في المعنى أم لا بين الجملتين؟ نعم يوجد اختلاف الجملة الأولى وهي Relative Clothes أو Defining Relative Clothes فلولاها ما علمنا على أي مفتاح هاتف يتكلم بمعنى هو يمتلك عدة هواتف لكن الهاتف الوحيد المعطل الذي يقصده هو الذي يوجد في المطبخ ولهذا لم نستعمل الكاما أو الفاصلة وكانت ملتسقة معه أما الجملة الثانية معناها هو يمتلك هاتفا واحدا وهو معطل كيف عرفنا ذلك؟ لأننا بعد أن ننزع الجملة يعني لما وجدت بين فاصلتين فلنا الحق أن ننزعها لأنها زائدة فعرفنا أن له هاتفا واحدا وهو الهاتف الوحيد ولذلك هو معطل فليست له هواتف كثيرة ولهذا وضع الجملة which is in the kitchen بين فاصلتين يعني هذه الجملة الموجودة بين فاصلتين نستطيع أن ننزعها وإذا نزعناها فمعناها هي معلومة زائدة عندما ننزعها لا تؤثر في الكلام وبالتالي فالسيد يمتلك هاتفا واحدا مقارنة مع الجملة الأولى اللي هي defining relative clause يعني الجملة which is in the kitchen هي تعرف the phone لهذا كانت أساسية أما في الجملة الثانية فهي ليست أساسية اشتركوا في القناة